اهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية قبل ما اتكلم شوية على منتخب مصر على الكلام في القايمة انا يمكن خصيت بالكلام في الاول شريف وافشا لكن ده ما يمنعش ان في اسماء العيبة كمان تم استبعادها كانت جديرة بالاستمرار الحقيقة شايف انه يعني يعني هنا انا مش بتكلم على اشخاص ولا وبحط الانتماءات دايما على جنب لكن الحقيقة في اسماء دخلت قايمة المنتخب بعيدة كل البعد على المشاركة في المنتخب مصر في الفترة دي وفي المرحلة دي بالزيد يعني اضيف على افشا واضيف على شريف حد زي مصطفى فتحي حد زي احمد سمير الاتنين الحقيقة مقدمين موسم ولا اروع واكيد حلول يعني اكيد وجودهم على دكة الاحتياطي مش هولك تشكيل اساسي لكن وجود لعيبة من النوع ده لعيبة تقدر تعمل فارق انا يعني يعني وانا بفكر في المطش انا مش مدير فني ومش هتحمل مسؤولية قرار زي ده لكن في النقيقة انت بتحط كل السيناريوهات الممكنة يعني ماذا لو تأخر المنتخب المصري امام المنتخب الليبي هتستمر ازاي هتفكر انك انت تلاقي حلول او اوراق تدفع بها تغير مثل المباراة ازاي انا تقريبا شايف انه شايف كده من الاختيارات انه فيه فكر دفاعي وفيه فكر ان احنا نطلع بقى أقل الخسائر مش فرقة مش منتخب مصر اللي راح يجيب ستة بونت من ليبيا ويرجع وبالتالي الحقيقة على ماتل استفهام كتير جدا وفي النهاية في النهاية قرار كارلوس كيروس وجهازه المعاون طبعا كابتن دياق السيد بالتأكيد كان صاحب بصمة واكيد اتكلم في النقطة دي يعني بالتأكيد هو كان جزء او صاحب جزء كبير جدا من القرار اقول لحضراتكم المستجدات بس قبل ما نتكلم على منتخب مصر لانه كمان طبعا هنتابع مع حضراتكم الامل اللي جاية مع اسكر المنتخب احنا عندنا موجهتين الاولى تمانية في برج العرب والتانية يوم 11 ان شاء الله هتكون في ليبيا خلينا اقول لحضراتكم الاخبار الجديدة يعني انه شكل الدولي طبعا حضراتكم كان فيه كلام كتير جدا الفترة الاخيرة على سيناريو الدولي الممتاز في الموسم اللي جاي عندنا بطولات كتيرة جدا عندنا كاس العرب طبعا اللي بيقام تحت مظلة الفيفا هيتلعب في ديسمبر وده دي بطولة هتبقى بتتلعب بالمحليين بس مش هشارك فيها المحترفين لانها برر اجندة دولية عندنا بطولة قمم افريقيا وعندنا ارتباطات الاندية عشان كده كان الكلام كله ازاي نحاول ان احنا نمتص صدمة الموسم اللي جاي ده اهلي هيلعب في كاس عالم هيلعب سوبر افريقي هيلعب دوري ابطال افريقيا الزمالك وبرامدز والمصري هشاركوا كمان في بطولات افريقيا وبالتالي عندك اجندة مزدحمة هتخليك تروح بالموسم لبعيد شوية يعني هنكمل نفس الحالة اللي احنا عايشينها بقالنا سنتين كانت الرغبة او الامل ان الموسم ينتهي بدري عشان نزبط اجندتنا مع اجندة العالم كله مايبقاش العالم كله بيبتدي مسابقاته في وقت ويخلصها في وقت واحنا لنا اجندة او لنا توقيت تاني مختلف وده كلمنا فيه كتير ومشاكله كتير جدا في سوق الانتقالات وفي ازمات قيد وابايل اخره واضيف عليها كمان ان الموسم اللي جاي خد بالك او خط في اعتبارك هكذا نأمل يعني وهكذا يأمل المصريين المنتخب بقى وجع قلب الحقيقة الاسف انا بقول الكلام ده يعني المنتخب بقى مصدر من مصادر وجع القلب عند المصريين عايزين المنتخب يفرحنا وشايفين انه ولادنا والقماشة اللي موجودة تقدر تعمل ده يعني محنش بنتكلم في حاجة مستحيلة وصلنا لكاس العالم مش حاجة مستحيلة يعني مهاش مرعبة ليبيا الجابون انجولا فطبيعي جدا انك تصدر المجموعة وطبيعي جدا انك انت بعد ما تتصدر المجموعة وتلعب مع واحد من التسعة الكبار في افريقيا انك انت كمان تتقاهل حتى لو لقبلت فريط ايه زي نيجيريا او الكاميرون او غانا رصيد منتخب مصر وتاريخه يشفع له انه يوصل كاس العالم مهاش معجزة يعني لكن في النهاية الامور بقت صعبناها على نفسنا قوي بصراحة وبالتالي كانت مشكلة الدوري انه لو وصلت كمان كاس العالم هتعمل ايه يعني لو انت ان شاء الله وصلت كاس العالم اللي هتلعب في اخر عشرين اتنين وعشرين هتعمل ايه في المسلم اللي جاي هتلغي بقى المسابقات بتاعت المسلم المحلي وتتفرغ لتحضير المنتخب هتعمل ايه كلها علامات استفهام وبالتالي كان فيه رغبة حقيقية انه يبقى فيه شكل مختلف استثنائي للدوري السنة دي تقدر تعمل السنة الجاية دي بشكل مريح للاندية والمنتخب وطبيعي اللعيبة اللي هتلعب المسم ده لو وصلنا هتوصل كاس العالم حالتها عاملة ازاي وهتبتدي المسم اللي بعده ازاي يعني كلها اسئلة اجابتها متراكمة على بعضها او مرتبطة ببعضها البعض لكن خليني اقول لحضراتكم ما تم الاستقرار عليه في ربطة الاندية النهاردة انه خلاص مفيش شكل استثنائي والمسم السنة الجاية هتلعب بشكله الطبيعي والمنطقي دوري هيقام دورين دور اول ودور تاني هتواجه فيه الفرق كلها السبعتاشر او التمنتاشر فليه يواجهه بعض فيه زهابا وايابا وبالتالي توقع بقى موسم مزدحم كنت اتمنى انه ده يكون فيه بعض القرارات المرتبطة بيه معرفش يعني هل ممكن زيادة قوام الاندية يسمح ليها بانه هي تضم عدد اكبر من اللاعبين يعني حاجات ممكن تساهم بشكل من الاشكال في تخفيف حالة الضغط على الاندية وعلى اللاعبين بشكل كمان يفيد المنتخبات المصرية لانه في النهاية انت بتختار من القماشة دي ما عندكش حاجة تاني طيب خليني اقول لحضراتكم اخبارنا النهاردة طبعا يعني زي ما قلنا المعسكر بتاع المنتخب مكمل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة